موسيقى الى تطورات الازمة الاوكرانية حيث اكد الجيش الروسي انه اصاب جميع اهدافه في اوكرانيا بعد ضربات استهدفت منشآت حيوية في ثلاث مناطق اوكرانية وتسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض البلدات وقالت وزارة الدفاع الروسية ان القوات المسلحة واصلت شن ضربات جوية وبحرية بعيدة المدى باسلحة عالية الدقاء على منشآت القيادة العسكرية وانظمة الطاقة في اوكرانيا حققت بدقة جميع اهدافها وقد اعلنت الرئاسة الاوكرانية تعرض العاصمة كييف لهجمات بواسطة طائرات مسيرة انتحارية وقال رئيس مكتب رئاسة الاوكرانية اندري يرماك ان سلسلة انفجارات هزت وسط العاصمة من جنيبه قال حاكم منطقة دينيبرو بيتروفيسك ان حريقا هائلا شبه منشآت للطاقة في المنطقة بعد اصابتها بصاروخ مشيرا الى ان الدفاعات الجوية دمرت ثلاثة صواريخ روسية اكد الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلنسكي ان الضربات والقصف الروسي لن يحطم عزيمة الشعب الاوكراني وقال الرئيس الاوكراني ان الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية تهاجم اوكرانيا بالكامل مشيرا الى انه تم قصف مبنى سكني في كييف واشدد زيلنسكي على ان اهجمات القوات الروسية على المدن الاوكرانية لن تمكنها من تحطيم عزيمة شعبها او الحيلولة دون تحقيق النصر اعلن سلاح الجو الاوكراني اسقاط 37 طائرة مسيرة روسية منذ الامس وقال المتحدث باسم سلاح الجو الاوكراني يوري اهنات ان ذلك يمثل 86% من عدد الطائرات المشاركة في احدث الهجمات مشيرا الى جهود الدفاعات الجوية الاوكرانية واوضح المسئول الاوكراني ان جميع الطائرات المسيرة دخلت الى اجواء اوكرانيا من الجنوب كشفت المخابرات البريطانية ان المشكلات اللوجستية التي تواجه القوات الروسية في جنوب اوكرانيا اصبحت اكثر حدة بعد الاضرار التي لحقت بجسر كيرتش الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم ومن جانبها قالت توازرة الدفاع البريطانية انه مع ضغوط الوجود الروسية في خرسون وتدهور طرق الامداد عبر القرم اصبح خط الاتصال الارضي عبر زابوريجيا اكثر اهمية لاستمرار الوجود الروسي مشيرة الى ان القوات الروسية في جنوب اوكرانيا ستزيد على الارضح تدفق الامدادات اللوجستية عبر ماريوبل في محاولة للتعويض عن تقليص الحركة عبر الاسراء قالت شركة للطاقة النووية الاوكرانية انرجواتوم ان محطة زابوريجيا للطاقة النووية انفصلت عن شبكة القهرباء الوطنية بعد قصف تعرضت له ووضحت الشركة ان القوات الروسية قصفت مرة اخرى محطات فرعية مهمة للبنية التحتية ما ادى الى اغلاق اخر خط اتصال بقدرة 750 كيلو فولت مشيرة الى ان القصف دفع المولدات الاحتياطية الى العمل حذرت وزيرة الخارجية الالمانية انا بيربوك مما وصفته بحرب هاجينة تخوضها روسيا تسعى من خلالها لشق صفوف الدول الاوروبية عبر تشجيع تدفق اللاجئين الى اراضي هذه الدول ومنذ بدء العملية الروسية في اوكرانيا سجلت المانيا دخول اكثر من مليون لاجئ الى اراضيها غالبيتهم من الجنسية الاوكرانية من جديد تبرز ازمة تدفق اللاجئين الى اوروبا التخوفات هذه المرة ليست من دول الشرق الاوسط وانما من داخل اوروبا نفسها وزيرة الخارجية الالمانية انا بيربوك حذرت من حرب وصفتها بالهاجينة تخوضها روسيا يمكن ان تؤدي الى شق صفوف اوروبا عبر تشجيع تدفق اللاجئين الى اراضي القارة العجوز وتتخوف الوزيرة الالمانية بشكل خاص من تدفق لاجئين من دول اخرى غير اوكرانيا متهمة دولة صربيا بالمساهمة في ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين الى اوروبا بشكل كبير وتنتقد الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي صربيا هذه الدولة البلقانية لكونها بوابة عبور الى الاتحاد امام مهاجرين من شرق اوروبا واسيا وحتى شمال افريقيا وكانت المانيا استضافت وحدها حوالي مليون لاجئ عام 2015 وهو تدفق كبير ساهم ايضا في صعود حزب البديل من اجل المانيا اليميني المتطرف ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي احصت المانيا دخول اكثر من مليون لاجئ الى اراضيها غالبيتهم الساحقة من النساء والاطفال من الجنسية الاوكرانية وهو ما يضع حملا ثقيلا على ميزانية البلاد التي تئدن بالفعل بسبب زيادة اسعار الطاقة وارتفاع معدلات التضخم اعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية وصول جنود روس الى بيلاروسيا واكدت الوزارة ان 400 دبابة ومدرعة ونقلة جنود روسية انضمت الى القوات الروسية والبيلاروسية المشتركة وذكر المكتب الاعلامي للوزارة ان القرار اتخذ وينفذ فقط من اجل تعزيز الحماية والدفاع عن حدود الدولتين نتيجة للنشاط الجاري في المناطق الحدودية بدأ حلف شمال الاطلنطية النيتو تدريبات عسكرية لاختبار منظومته للردع النووي في اورطا واكد الحلف ان هذه التدريبات المقررة حتى 30 من الشهر الجاري تمثل تدريبا منتظما ومكررا ولا علاقة له بالاحداث العالمية الجارية وتجرى هذه التدريبات الروتينية التي اطلق عليها اسم استطفاستنون في منطقة جوية واسعة فوق بلجيكا وبريطانيا وبمشاركة 60 طائرة بينها قاذفات امريكية بعيدة المدى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة